اشتركوا في القناة هذه العشرين سنة القاحلة المؤلمة المؤذية التي مرت على العراق وشعبه واحدة من أكاذيب هذه العشرين سنة هي كذبة الشراكة شراكة بين القوى العملية السياسية هذه كذبة لاختراح المحتل الأمريكي وتلقفها هؤلاء الخدم الذين جاءوا معه والذين يحكمون العراق منذ عام 2003 إلى حد الآن باسم المظلومية وباسم الوطنية باسم أي شيء باسم الدين باسم أي شيء لكنهم الأبعد عن الوطنية يعني لا يملكون شيء من الوطنية ولا الأخلاص ولا المظلومية ولا أي شيء حقيقة فساد وخراب ودمار ووظيفتهم هو تدمير العراق وجعل ضعيفا منكسرا خاضعا لإيران هذه كل وظيفتهم طوال هذه السنوات العشرين والسرقة والنهل عموما نرجع إلى هذه الكذبة المضحكة المكية التي يريدون تعميمها منذ عام 2003 لحد الآن تداولونها في الأنسان مرة حكومة الشراكة وطنية مرة معرفة شراكة سياسية مرة شراكة اجتماعية وكلها كذب والدليل على ذلك واحدة من الأدلة على ذلك وربما في حلقات قريبة ماضية تحدثنا عن هذه الشراكة في علاقتهم مع إخواننا الأكراد لكن اليوم نتحدث عن ما جرى في ما يسمى بالبرلمان الحالي في مجلس النواب الحالي ما جرى قبل أيام في جلسة انتخاب بديل عن الحلبوسي بعد نزاح الحلبوسي ولفترة طويلة كان نائب الأول إلى اللي هو يعني تابع شكلاً ومضموناً وإسماً وخلقاً وتصرفاً لإيران قالوا أنه سننتخب رئيساً جديداً وهذا جزء من الشراكة ومن حق السنة وهؤلاء طبعاً دعني أقول قبل أن نذهب بعيداً حتى لا البعض يفهمنا بشكل آخر وبشكل مغلوط كل من في العملية السياسية من سنة العملية السياسية من الشيعة العملية السياسية من كرد العملية السياسية لا يمثلون كل من يقولون أنهم ممثلونهم يعني لا الشيعة يمثلون هؤلاء الشيعة في العملية السياسية لا يمثلون أحزابهم ولا تمثل الشيعة الحقيقية في العراق والسنة في العملية السياسية لا يمثلون السنة والأكراد في العملية السياسية لا يمثلون الأكراد هذه ثبتت خلال عشرين سنة هذه ليس من عندنا هذه بالوقاع والتجربة والوضع والشعب يعرفها عموما لنعود مرة أخرى وبغض النظر عن رأينا يعني ورؤيتنا للشخص الذي سينتخبونه الذي رشحونه للرئاسة بالشخص الذي أزاحوه هذه قضية يعني ولا رؤيتنا لمجلس النواب الحالي وشكله بغض النظر عن كل هذا لكن الذي جرى يدل على عمق الفكرة التي تخطر في بال إيران وحزابها وقواها التي تحكم العراق هذه الشراكة كذبهم هم لا يريدون أي مكون آخر هم يريدون أتباع أجراء لإيران شكلا ومضمونا ويتحدثون بالعقيدة عقائديا هم يقولون هكذا لكن إيران ليس لديها عقيدة سواء عقيدة المصلحة هذه يعني بعض يقول لك ما نحن نتبع إيران لأن عقيدتنا ما لها علاقة إيران ليست لها عقيدة إيران نظامها الإيراني الشكل الإيراني حكم الإيراني الأحلام الإيرانية ليس لها علاقة بالعقيدة لا عقيدة ولا مذهب ولا هي لديها مصالح معينة لديها مشروع معين أن تريد أن تحققه وأهل العراق والعراق يعني أرض خصبة والشعب خصب لتحقيق ذلك هم يريدون هذا الأمريكان جاءوا يكسروا العراق ودمروا العراقيين وسرقوا نهبوا وتركوا الأبواء مفتوحة والشبابيك مفتوحة وكل صراق جاءوا من كل العالم وهم أول الناس هذه الميليشياء طيب بالتالي ما لا علاقة العقيدة لا حد يحكي لا بمذهب ولا بعقيدة هذا الكلام له علاقة بالتصرف بما يفعلونه وطوال هذه السنوات المرشح هذا مرشحين ما أدري أربعة أو خمسة وصلوا إلى اثنين من المرشحين وعرفوا أنه سيفوز مرشح معين بغض النظر عن الإسم لا نذكر الإسم لأنه قناعتنا بالكل واحدة الكل يعني ملوثة إيديهم بهذا الفساد وكلهم مسؤولين عن ما يحل بالعراقيين سنة شيعة كرد كل هذه المكونات التي في العملية السياسية في البرلمان عموما بعد أن وصلوا لهذه المرحلة وإذا بشكاوى تخرج من أعضاء البرلمان وأعضاء في أحزاب متنفذة كحزب الدعوة وغيره يشتكون عند المحكمة الاتحادية أنه هذا المرشح يروج لحزب البعث العالمي إشتراكي هذه يعني واحدة من المضحكات المكيات بعد عشرين سنة من الاشتثاف وبعد عشرين سنة هذا الرجل كان معهم في البرلمان وهو لحد ما قبل ما يرشحه هو رئيس كتلة تقدم في البرلمان هذا الحالي في مجلس النواب الحالي لم يكتبوا عنه ولم يقولوا أنه بعثي وأنه يروج لأفكار البعث وهذا كذا وكذا أبدا لكن عندما ترشحها إلى مجلس النواب كتبوا هكذا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه بعد أن وصلت كان الناس يتابعون بعد أن وصلت التنافس بين اثنين شخصيتين وأن العدد فارغ كبير وواضح أن هذا الشخص سيفوز بالمنصب ذهب النائب الأول لرئيس مجلس النواب مثل ما يسمونه لينزوي يعني في مكان ويترك المجلس ينتظرون انتظروا ساعات ينتظرون يعني ليكمال الجسة الثانية مهم إذا مفزت بالجسة الأولى يسوون جسة ثانية لكي يحسن الأمر وإذا به يخرج بعد هذه الساعات ليقول لهم يعني بعد مشاورات مع المالكي وغير المالكي وهذه الشراكة العليا التي تحدثونا عنها قال يعني لدينا تعديل ما هو التعديل؟ قال تعديل في صلاحيات رئيس مجلس النواب كيف ذلك؟ يعني هو مجلس النواب اليوم سويتوا أنتوا هسه ورئيس مجلس النواب اليوم ده تنتخبوا لهم انتخبين رئاسة برلمان رئاسة مجلس النواب أربع خمس مرات المشهداني وغير المشهداني ومدري منه وأسماء كثيرة مرت عليه ووصولا إلى هذا الحلبوسي لم يجري تعديل ومجلس النواب ودستوركم وكذا يقول مجلس النواب خلينا نسوي مجلس رئاسة مو كيف صلاحي تنوزح على مجلس رئاسة ماذا الكلام؟ هذا جزء من الرؤية للشراكة هذا جزء من الرؤية لما سيأتي من أيام هذا هو التصميم أن كل الأمور بأيدينا لا نريد الآن يعني الحديث سيجري وتذكر وذلك سيجري خلال الأيام القريبة القادمة دائما والتركيز وهو جرى التركيز على ذلك عن أكثرية وأقلية الحديث يجري عن الأكثرية والأقلية منذ عام 2003 إلى حد الآن لكن الآن سيجري الحديث بكثرة سيرتفع هذا الصوت في كل مكان من على المنابر السياسية منابر معرفة مذهبية منابر مدري وين منابر إعلامية حديث عن الأكثرية والأقلية فالأكثرية هم الذين يشكلون كل المناصب وكثرة القضية أما الباقي مثل ما قال أحدهم قال يعني هم السنة والكراد يعني إحنا أطفنا عليهم ونطيناهم مناصب وخاصة السنة أطفنا عليهم ونطيناهم مناصب طيب وين الشراكة بغض النظر عن هذه المسألة اللي يذهب ويسألوا المعارضة قالت لأحد ما أحد يسمح ومنتها الموضوع هذا ما يحصل هذا هو لب الموضوع شكل النظام هذا الذي يقول لنا عليها ديمقراطي وفي الديمقراطية الكفاءة هي الأساس أن تجيب لي واحد من أي مكان لكن كفوء له قدرة وإذا ما فشل يجيبون واحد أكثر منه قدرة يعتقدون يقتنعون بيب برامجة لكن في العراق هذه من 20 سنة اللي يحدثون عن ديمقراطية غريبة عجيبة مو هجينة ولا ما نقول شي ما نقول شي منهج في الحياة هم يريدونه وفصلوا عليهم وهكذا وهذا الشكل الذي نريده لذلك مهاجرة في مجلس النواب جزء من مسرحية معيبة مضحكة توضح شكل شكل هذه السلطة التي في العراق وماذا يريدون ومن يتحكم بها ولماذا وهذه الشراكات هذا الشريك ذاك الشريك وحكومة الشراكة وطنية كذبة كبيرة والدليل عليها هذا ومن يعتلي أي منصب من يوقع أوراق كاملة في إيران وفي غيره ولا عن للمشروع الإيراني أولا وأخيرا وحتى من يوقع هم لا يثقون به لذلك تجري هذه المحاولات وهذه هي الصورة التي أردت أن أحدثكم عنها في وقتكم شاهدتوها لكن ربما البعض ملابساتها أو تفاصيلها شوية غريبة أو بعيدة أو لا ينظر لها برؤية يعني واضحة أشكركم أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم شكرا